حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ونوى العمرة ولا يعرف مكان الميقات الخاص بأهل المدينة وتوجه إلى مكة دون إحرام معتقدا أن الميقات قبل مكة بسبعين أو ثمانين كيلو وقبل دخوله سأل عن الميقات فدلوه على التنعيم فأحرم منها ظنا أنه ميقات أهل المدينة فماذا عليه؟ عمرته صحيحة ولكن عليه فدية أن ترك الإحرام من الميقات ميقات أهل المدينة يكون عليه فدية لأنه ترك واجبا من واجبات العمر نعم